تحياتنا مجدداً لألكم أصدقائنا المشاهدين على أمل أن تكونوا عم ترفقونا هالفترة نحن بقيم معكم أكيد لتممساح دعشو نص إذا ألا راد بي توقيت بيروت المحطة هلأ مع دكتور روني خليل أستاذ محاضر بالجامعة اللبنية دكتور أهلا وسهلا فيك صباح الخير نورت شكراً لوجودك معنا ومنصبح كمان صباح خاص اليوم لأبناء الكنيسة الأرتروكسية للأسف بعد أن نحكي بالتقسيم أو بكنيستين بدل ما نكون عم نحكي بيمكن كنيسة واحدة جامعة ولكن الموضوع منه بالجوهر أو منه بالروحانيات بدل ما هو موضوع بالسياسة الخارجية يعني سياسة الكنيسة كل منها الكنيستين يعني إن شاء الله يا دكتور منوصل لوقات منحكي مثل ما قالت بعيد واحد لأنه نحن جوهر واحد يمكن فيه اختلافات صغيرة على قيامة السيد المسيح ولكن جوهر الإيمان هو واحد إن شاء الله بحياتنا أنا وإنت وكل اللي عم يسمعونا المشاهدين نوصل لنهار في توحيد للعيد عند الكاثوليك وعند الأرتودوكس خلينا نبلش بالإطار التاريخي اللي عاش فيه السيد المسيح رمزية الشرق من الناحية الدينية وعند جدا سين حكي عن هذا الموضوع بتحس فيه تميز خاص ورمزية خاصة للشرق بالديانة المسيحية صحيح يعني أنه الشرق هو بالأساس منبط أو منبع الحضارات الأديمي والحضارات يلي عطيت التاريخ أو البشرية بشكل عام هالأرث يعني بس نحكي بالحضارة بلاد بين النهرين الحضارة الفينئية حضارة المصريين هالمنطقة هذي الغنية بأرضها بمياها بطراثها بأثاراتها بتاريخها منها المنطقة هذي منها الشرق هذي ولد المسيح وكمان ولد بأعظم أمبراطورية تقريبا على وجه الأرض اليوم هي الأمبراطورية الرومانية يلي صحيح انطلقت من روما ولكن تدت إلى كمان الشرق يعني لم تكن ولادة المسيح مثلا بالغرب بروما أو بأي بلد وهذا مرة أحد العلماء عم بيحكي أو أحد رجال الدين قال هالولادة هذي لم تكن يعني من دون تخطيط إذا بدنا نقول تخطيط الله أراد أن تكون هذه الولادة وهذه الحياة اللي عاشها المسيح في الشرق في منبع ومنبط الحضارات وبظل كمان أكثر من هيك الحضارة الرومانية العظيمة أكان بأوانينا أكان بعظمة بنيانا أكان بمسيرتها بشكل عام بالتاريخ اللي قدته كمان فهل هالولادة وهل المسيرة اللي عاشها المسيح؟ أرمينيا هي أول بلد أعتنق المسيحية أدي هدى الأمر أثر على باقي بلدين المنطقة وأدي له رمزية بالدين المسيحية؟ صحيح أولا حيثية الشرق كمان أنه في أربع بطاركيا أربع بطرياركيات أو كنائس بطرياركية من أصل خمسة كمان يعني من هون كمان نشوف نحن أديه فيه له رمزية يلي هني الإسكندرية، أورشاليم، انطاقيا، القسطنطينية وروما طبعا الغربي هالأمر هيدا عطي اندفاع كتير كبير للشرق هون عموما للحياة الرهبانية بداية للقدسين الأوائل اللي طلعوا للملايفين العظماء يعني نحكي اليوم بيحنى فهمي الذهب نحكي بمار سمعان، نحكي بمار فرام السرياني وغيرهم طلعوا من الشرق التاريتون، مار أنطونيوس الأب الرهبان الكبير لسبب كمان أرمينيا كانت من ضمن هالسياء هيدا أنه هي أول بلد اعترف رسميا بالدينة المسيحية وكمان كنيسة، أول كنيسة تأسست حسب المصادر تأسست بسوريا كمان هي من أوائل الكنائس بالعالم عموما يعني هالرمزية هذه الأعجيب اللي عمل المسيح كلها كانت هون، قانا الجليل والأمثلة اللي أعطانا إياها كمان من أرض الشرق أكان إذا أعطانا مثل الشجرة التي تثمر ومثل وغيرها صحيح، خلينا بداية دكتور خلينا نفصل لكل أصدقائنا للمشاهدين نحن حتى لو كنا أورتوديكس أو لو كنا كاتوليك منظل نفكر أنه شو في شيء بفرقنا عن بعضنا؟ شو كذا؟ شو كذا؟ علما أنه خلينا نبلش من الكلمتين شو يعني كاتوليك وشو يعني أورتوديكس؟ كلمتين يونانيتين الكاتوليك وتعني الجامع أو العام أو الشامل من شو نحن نقول كمان الكنيسة الجامعة الأورتوديكس تعني الرأي المستقيم أورتوديكس أو المسلك أو النصار الصحيح أو الطريق الصحيح كلها مؤلفة من جذرين فهالتسميتين اعتمدتهم الكنيسة أو أتباع الكنيسة الكاتوليكية اليوم والأورتوديكسي اليوم موجودين بالشرق وبالغرب وأنا قلت مرة قبل نحن أفضل نقول الكنيسة الأورتوديكسية وليس الكنيسة الشرقية أو الكنيسة الغربية لأنه بالشرق وبالغرب فيه من المذهبين يعني بالغرب عندنا أورتوديكس وكاتوليك وبالشرق عندنا أورتوديكس وكاتوليك فالأفضل نستخدم العبارتين الكنيسة الأورتوديكسية والكنيسة الكاتوليكية ليه في فرق بالعيدين؟ ليه ما بيكون عيد موحد يعني ما هي كمان فكرة أنه قبر وقام نرجع قبر وقام عن جديد هل ممكن شي مرة من التاريخ نلتقي على شي موعد واحد على دات واحد لأنه مش حلوي صراحة هو الخلاف بدأ مع انطلاءة المجامع المسكونية يعني عم نحكي بالقرن الرابع 325 وما بعدها والخلافات بدأت ظاهريا كانت يمكن على بعض الأمور ولكن باطنيا كانت أكثر خلاف سلطوي لأنه روما كانت البطرياركية أو يقوله أسكف روما المتقدم على الأساقف يعني كان عنده أفضلية ولكن ما أنه أعلى منهم فبدأ الخلاف أنه لا ما تكون كمان قسطنطينية بذات المستوى هذا واحد من الأسباب اثنين تم الاختلاف على الخبز الفطير أو الخبز الخمير يعني الأرباني اللي بنتناولها إذا لازم تكون آلة خميري أو بدون خميري لابو شو بتفرق هلأ الوجهتين نظر فيهم فيهم صح يعني اعتمدوا كان الكنيسة الكاتوليكية اعتمدت على آيات من الإنجيل المقدس وكمان الكنيسة الأورتوليكسية كذلك العمل ما في شيء اسمه حقيقة مطلقة أثنين يعني أنا من بعد كراءة زي بنا نقول موضوعية كل كنيسة عندها حجاجة وبراهينة يلي كمان صحيحة لأنه مش عم نختلف على الجوهر عم نختلف على تفاصيل صغيرة صغيرة مثلا زواج الكهنة بالغرب ممنوع بالشرق مسموح يعني هل موضوع نحن عم نحكي لذات الكنيسة لا الكنيستين لا الكنيستين بالغرب مسموح الكنيسة الأورتوليكسية منعت الكنيسة الغربية عفوا الكنيسة الغربية منعت زواج الكهنة الكنيسة الأورتوليكسية سمحت فيه هلأ فيه فيه استثناء لهو الكنيسة المارونية هون نحن صحيح نحن شرقي مشرقيين أذا بدنا نقول وغربيين بالوقت زيته ولكن تأثرنا لأن أبناء الشرق لذلك في زواج كهني ولكن بالكنيسة الغربية لا يوجد كهن لاتيني متزوج نعم في عنا الخلاف على طبيعة المسيح الكنيسة الكاتوليكية تقول هو طبيعتين بشرية وإلهية أما الكنيسة الأورتودكسية تقول هو يجمع اللهوت والنسوت بطبيعة واحدة هنا بالنهاية سوا يعني عم نختلف على نيانس على فروقات ما بتأدي متأخر بالجوهر بالعقيدة إذا بدنا نقول الإيمانية أو بالمسار التاريخي للدين المسيحية أو الانطلاء إلى حياة المسيح اللي عاشها مش عم نختلف على هذا الأمر عم نختلف أكتر على تفاصيل على فروقات وبتلما قلت أنا أكتر هو خلاف سلطوي من سيتولى رئاسة الكنيسة جمعة هل هي روما أم القسطنطينية من شانه هيكي استمر الخلاف لحديث لألف واربع وخمسين بتاريخ وقت الانشقاق الكبير يعني انفصلت كليا الكنيستين لأن كان في بوادر قبل كان في انشقاقات ولكن ما كانت تشمل كل المذاهب يعني كان بعد عنا مذاهب أورتولوكسية بالشرق هون بعد تتبع الغرب والعكس إلى أن لألف واربع وخمسين كان الانشقاق والانفصال الكبير للكلي يلي للأسف لحد اليوم بعد ما ما عنا بوادر لا يعادت مع الرغم أنه صار في عدة مجامع وصلوات على هيد النية ومحاولات ولكن لحد اليوم بعدنا في عيدين أولا بنحكي عن الفرق بالعيدين ليش في عيدين كبير كثير حلو الحديث وكثير حلو بدنا نحكي عن الفرق بين عيدين لأننا قلنا فروقات بسيطة منا بجوهر الإيمان بس كلهم يغني على ليله يعني نحنا شايفين هيد الفروقات بهذه الطريقة وهي الطقوس بهذه الطريقة من مرسة بهذه الطريقة والآخر كمانا شايفة وبيمارسها بهذه الطريقة خلينا نحكي عن هالفروقات بالعيد بين الكنيسة الكاثوليكية وبين الكنيسة الأرثودوكسية أولا العيد هو نحن نقول له العيد الكبير رمزيته لأنه أكبر الأعياد من الناحية الإيمانية والتقصية والليتورجية لأنه هو الانتصار على الموت عند الكنيسة التهمشي نحن باللغة العامية الشعبية عيد الكبير صح الفرق بالتقويم أو الرزنامة يعود إلى أولا الرزنامة رزنامة يوليوس أيصر يلي عتمدت بأوائل التاريخ المسيحي بظل الأمبراطورية الرومانية اعتمد على رزنامة بيقول فيها أنه سنة مقصمة 365 يوم وربع اليوم واعتمد على مجموعة من الفلكيين ساعدوا على هذا الأمر ومشت الرزنامة بهذا الشكل إلى القرن السادس عشر البابا جريغوريوس بيقول أنه فيها بعض الأخطاء بيوكل مجموعة من الفلكيين ومن علماء الرياضة رياضيات عفوا لدراسة الرزنامة الموضعة بيتبين أنه في فرق 11 يوم هالفرق هيدا بيقول نحن بدنا نشيل من الرزنامة هال 11 يوم يعني إذا نحن عم نحكي 24 لأول فرضا دغري هو حدد 15 يعني هال 11 هودة هودة زيادة هودة ما بدون يكون من وقته بلش الفرق هلأ شو اللي بيصير أولا الفصح يعتمد أو يعتمد كانطلاء لإله الفصح اليهودي اللي هو بسائب عادة بنص نسان الكنيسة الكاتوليكية بتبلغ هال 11 يوم هني عبارة عن أسبوع فعالية منشان هيك بتفرق جمعة مش بتفرق 11 يعني لأنه نحن بدنا نعيد نهار لأحد فبتصير كل سنة بتنقل جمعة منشان هيك ماكسيموم بتوصل لشهر وجمعة اللي بيصير هو أنه الكنيسة الكاتوليكية اللي بتعتمد على الفصح اليهودي وبتعتمد على هالرزنامة هايدي اللي إلنا فيها في 11 يوم هودة إضافة بتكون هي فعلياً عم بتعيد انطلاءاً من البدر الربيعي الأول بينما الكنيسة الأورتولوكسية بتكون عم بتعيد انطلاءاً من البدر الشتوي الأخير على السنة القمارية بيكون شهر وجمعة بيكون 29 يوم شهر القماري زيد عليهم 11 يوم اللي هي هيدا الأسبوع منشان هيك بيكون فيه فرق شهر وجمعة هلا كل سنة بتصير هي تحدف جمعة يعني بتصير الرزنامة تفرق لأن هالدعش اللي هني فعلياً جمعة بتصير نعم بتخديرهم من كل شهر منشان هيك في عنا تقريباً كل أربع سنين أو أحياناً أكتر بيكون العيد مسائب مع بعض مع بعض وشو حلو لما بيسائب العيد مع بعض عن جد شو حلو هيدا شي إن شاء الله يسائب كتير ولا ما منح له بكتير هو بده كل فترة بده كيف السنة الكبيسة كل أربع سنين تقريباً كل فترة لأنه مثل ما أننا نحن المنطلق هذا اللي بيعتمده كل كنيسة من الفصحة اليهودي بتبلش تعتمد على السنة القمارية وتعد سنت التقصية إذا بدنا نقول والسنة الدورة الشمسية والقمارية وهال 11 يوم هوا بيصيروا ينطف باللغة يعني بيصيروا تفرق بين كنيسة والتانية من شان هيك في سنة بيكون فيه عنا فرق جمعة سنة بيكون عنا جمعتين ثلاثة أربعة شهر وجمعة ماكسيموم ترجع من بعدها بتبلش على العيد المشترك أو الموحد وكل سنة بتصير نزيح بدي هيك سؤال يعني بعرف بدك تكفينا كمان عن الفروقات ولكن لما بتكون عم تسمع شريعة أنه لأ نحن معنا حق لأ هني معنا حق لأ كنيستنا هي المعنا حق لأ نحن العيد هلأ مزبوط هني المغلطين لأ نحن العيد المستقيم يعني بتسمع حوار لا يمط إلى الثقافة بسلة وبيضيعك بتكون أنت ضيع بتضيع أكتر وما بينعرف مع مين معه الحق هوليك بيقولولك نحن المعنا حق وهوليك بيقولولك لأ نحن المعنا حق مين موحى؟ هولأساس بده يكون في إيمان والباقي كمان كل تفاصيل يعني حتى ميلاد السيد المسيح انطلاءا إلى عيد الشمس يعني تخيلي أنه نحن اعتمدنا على انطلاء ديني على عياد أصلا يهودية أو عياد وسلمي يعني ما حدا بيأكد على المزبوط أي متى ولد بأي نهار أو أي متى انصلب بأي نهار هذي كلها تفاصيل تم الاعتماد عليها تكهنا إذا بدنا نقول أكتر ما هو فعليا مشان هيك ما في عيد فعلي صار بهذا النهار وهذا اللي نتمنى نحن أنه الكنيسة جمعة الكنيسة الأورتولوكسية والكاتوليكية دايما الصلاة كانت تكون على هذه النهار أنه واحد عيد عملوا عيد مثلا بعشرين نسان بخمسة عشر وبعرفني على الفصل الربيع لأنه عادة يعني لأنه نرجع نقول ما في مصدر تاريخي بأكد أي نهار أو بالأحرى أي تاريخ يعني الجوهر خليكون الإيمان صح خليكون الجوهر خليكون نتشبه بحياة المسيح اللي عاشا بالأمثلة اللي عطانا إيها بالأعجيب بالقدرة الإلهية يلي كانت يلي خلينا نشوفه بالإيمان اللي نحن لازم نعيشه الإيمان البسيط أو البريء تقولوا بالأعمال اللي منيحة بهذه اللي لازم نتشبه فيها أكتر ما هو الخلاف وأكتر مقصة الشتي وأكتر مقصة الرعد والبر والمين أصبط مين بالمين شو بعد فيه فروقات نحن كمان اسمعنا مثلا الخميس العظيم والخميس الأسرار كمان هناك يمكن فرق معين بنهار الخميس عند الكاتوليك والأرثودوكس أي وفي خميس زيارة سبع كنائس استنادا إلى كمان سبع كنائس قديمة كانت بالشارة أو سبع كمان أسرار أو هوني كلها بجعب أقول هاي دي مش تكهونة عفوا تبريرات إذا بدنا نقول ولكن ما في حقيقة مطلقة عند أي من الكنيستين يعني أنه هيدا السابت أو هيدا كل كنيسة تعتمد على حجاج معيني لأجل تثبيت إذا بدنا نقول ما صارع الديني واللهوتي ولا واحدة غلط كله صح ولكن كل الكنيسة عندها حيثيتها وعندها رموزة واعتباراتها كمان من جملة الأمور لكمان فروقات بيختلفوا كمان على على العذراء العذراء مريم مسألة الحبل بها بلا دنس كمان في بعض الفروقات كمان برجع بقول منة جوهرية عميئة بس خلينا نفسر هيدا النقطة عند الكاتوليك شو بيقوله وعند الأرثوديكس شو بيقوله هلأ بيعتبروا أنه الأرثوديكس لا تضعها بمثابة الحب بها بلا دنس هالعقيدة هذه بينما الكنيسة الكاتوليكية بلى يعني هي معصومة عن خطأ كليا كمان برجع بقول يعني يمكن نكون عندي أنا حتى بعض بعد إذا في بعض لأنه هون بدأ تفسير كمان كتير لهوتي وعميق يعني نحن عم نقول الأمور بشكل تاريخي بشكل استنادا كمان إلى المصادر ولكن ما بدنا أبدا نحن نشكك ولا ب 0.01% بأي من الكنيستين أو أي من إيمان الكنيستين أو العقيدة العقيدة واحدة العقيدة الكنيسة الأورتوليكسية والكاتوليكية اللي هن عقيدة السيد المسيحي اللي هن الإنجيل المقدس الجامع صح يعني أنا إذا بإيمان مزبوط وبإيمان بجوهر الإيمان أنا شو بدأ تفرق معي إذا كان في صورتين بالكنيسة أو عشرة شو بدأ تفرق معي إذا كان القديس نص ساعة ونجي وأطلب منه وأتقرب منه أكتر أنا شو فرقة معي إذا كان فيه ثلاث صور ولا خمسة عجلت بعلقولك على إيش بصير تقول طيب معقول معقولي هيك عم بفكروا اختلفنا كمان على الآيقونات دلت حرب تقريبا حرب الآيقونات 120 سنة كمان الآيقونات هل الآيقوني يجب أنه نقامن فيه أو نعبدها أو نقدسها أو بمن تمثل يعني رحنا لأي درجة أنه أنا بعبد الصورة لوحة أو بمن تمثل يعني صاروا يفتشوا على أمور حتى بالزي الكنسي بالأزياء الحبرية عند الرجال الدين كمان في فروقات كمان هذه كلها فروقات برجع بقول ما بتأثر على الجوهر بشكل الكنائس فيه كمان بعض الفروقات بالزياح أو بالليتورجيا أو الداس يعني الصلوات التراتيل وغيرها طب هذه كلها هي كلها سوا على بعضها هي مصدر غنى يعني إذا كلهم يجمعون تنوع تنوع بس حضرتك قلت فيه شي بالكنائس شو الفروقات بالكنائس الكنيسة اليوم الأوتروبسية تكثر من الأيقونات الأيقونات آه عم تحكي أنت من الداخل فكارت عم تقول من الخارج أكثر من الداخل الأيقونستاز عند الروم الأورتولوكس والكاتوليك حتى كمان في عنا الأيقونات بينما الكنيسة مثلا المارونية هي الكنيسة أكثر بنشوف فيها المسلوب وأكثر شي على الميلتين إذا حسب شفيع الكنيسة أو صورة العذرة وماريوسف عادة بتفوت على الكنيسة المارونية تحديدا بتلاقي فيها الفقر إذا بدنا نقول لأنه هي كمان كنيسة الأرض كنيسة الطبيعة بينما الكنيسة الأورتولوكسية بشكل خاص كمان الكاتوليكية الروم الكاتوليك الشرقيين كمان خاصة بتلاقي في عندك المدبح في الأيقونات بتميز المدبح الأورتولوكسي بشكل بشكل ظاهر هلأ في عنا كمان مثل ما قلنا بالأزياء في عنا حتى ب العصر الأسكف كمان بتفرق بين كنيسة وأخرى عصر المطران بتفرق بين كونه ذهب وفضة ولا لا بتفرق بين كونه نتون ذهب بس يحدة أتقل من الثاني هنا فيه كنائس تعتمد الرماني لأنه شجرة الحياة مشان هيك بتلاقي حتى هذي كمان فرقات صار في منها بقلب الكنيسة الواحدة يعني اليوم الكنيسة الكاتوليكية بتلاقي فيه أحيانا المعكوفة اللي بتكون كمان ذهبية أو أحيانا الرماني وعليا صليب الطابة هيك بتلاقيها كمان هذي إلى تفسيرات دليليتا بس هو يعقل أنه بقلب الكنيسة المسيحية هذا سؤال مش عمدين حدا جمعاء مش عمدين حدا ولا حدا يفهمني غلط معقولة فيه ناس عم بتجوع وعيشي تحت الدرج وعيشي على ربطة الخبز كل الجمعة تفوت على الكنيسة تشوف هالكم من الذهب صح يعني هي طبيعية ولا هي رمز معين ولا مفروض تكون هلأ لا مش مفروض تكون أكيد المسيح عاش الحياة الفقر الرسل يلي كمان عاشوا معه وتابعوا من بعده حياة الفقر حتى الحياة الرهبانية أندورة نظر رهباني الفقر والعفة والطاعة مش كل شيء بالنص عم بيكون بالتطبيق للأسف ما بعرف أي أحد المشاهير فات على أحدى الكنائس الكاتوليكي بروما سمع الأسكف عم بيحكي عن الفقر وعن مساعدة طلع بالساقف شايف الدهب كل سوام دهب يمكن كنيسة الديس بوتروس أو بول ما بعرف صراحة أي واحد بس ما رأى قدامي قال شو عم بيحكي بالفقر والكنيسة كل دهب شو بدنا نحكي اليوم كمان بمساعدة الفقراء وبالعظات اللي منسمعها وبتلاقي كمان مواكب السيارات والعيشة أحيانا الفخفخة يلي بعض من رجال الدين عايشين في كتير أمور على فكرة مسيحيين وأسليم يعني طبعا طبعا كل الأديان لأن في فرق بين بين الالتزام الديني وبين المظهر الخارجي صح المسيح لما عاش حياته كان كان متواضع عاش مع الناس كان شفناه بالشاعنيني كمان يركب على الحمار ما كان في المظاهر الفخفخة والعظم اللي عاش مع أنه هو ملك الملوك وملك المجد وملك الانتصار على الموت وكل ما حدا أعظم منه بالبشرية وعايش الحياة الفقيرة المتواضعة فكيف بعد إذا نحنا وكمان الأحسن من هيك نحنا بنقول رجل الدين هو بيمثل المسيح على الأرض إذا بدك تمثله فعليا بدك تعيش أشبه بحياته تمقول مثله على القليلة أقله يعني مش هالقضة فخفخة يعني مش ضروري هالقضة ما هو الوين المشكلة ما فيك تقنعني بأفكارك وأنت عم تعمل ضدها يعني مثلا أنا لسا محلة بعرف أنه حضرتك هي مش مظبوطة وعا حضرتك ولم حضرتك ناهب وسارق ومدير شو بتجي بتقولي ممنوع تسرق وتمدي إيدك على شي بس أنت معروف سجلك أنك سارق ونهب طب كيف بدك تكون مثل الضيمي ولا يحتزى به ما في يكون مثلك ما فيه لأن هذا المثل لا يموت إلى الحقيقة بالصلة هلأ بدل في أكيد رجال دين فعلا عايشين الحياة الرهبانية والكهنوطية المثلة وهن يمكن بعده لحد اليوم اللي بيخلوا هالرابط هيدا بين المؤمن أو بين الشعب والكنيسة بكل البلدان يعني في عنا شوازات في عنا بعدنا عم نعطي مثل بيروما هالفخفخة منشان هكي كان في عنا الاصلاح الديني كمان بالكنيسة البروتستانتية اللي انشقت عن الكنيسة الكاتوليكية بالقرون القرن الخامس السادس عشر وصاعدا لأنه لمن كانوا عم بيعملوا سقوك الغفران يعني بتجي بتدفع للكنيسة تكرمي لنعمر الكنيسة وبيهمو أنه أنت عندك مقعد بالسماء كل ما تدفع أكتر كل ما تقعد أدام أكتر وغيرة رجال الدين وقتا عن السلطة اللي كانت معطاة لقلون أو بالأحرى هني أخدينا فرضينا عن السلطة الإقطاعية السلطة المالية وغيرة وصلوا إلى حد ما اليوم المجتمع الديني الأوروبي متحرر شوي من السلطة الكنسية يعني صار عندهم يمكن أكتر نظام مدني الدولي صارت ماسكة التعليم الطبابل حتى المجتمع الأحوال الشخصية نحن بعد أكترية هذه الأمور من أول ما نخلق لنموت بعدنا فيها التبعية هذه الرابط مع السلطة الدينية الآن الإيمان ما خصوه الإيمان أنت بتخلقه صحيح ما أنك بحاجة دايما لواسطة أنت علاقتك مع ربك وعلاقتك مع الناس الإيمان المسيح المسألوك كيف بدنا نورث الملكوت قالوا متى رأيتموني جعانا وعريانا صح يعني ما قال روح بس صلي ما قال عد كم مرة أبينا وكعد كم مرة سلام أكيد أعمالك بالأعمال ومشان هيك كانت كل الإنجيل المقدس أعمال ما أنه صلوات ما أنه تراتيل بس مش عم نقول أنه هو ما بيوصلهم بلا بس أنه هي الأعمال اللي بتخليك توصل إلى الملكوت وإلى صح يعني هو الحلو التنوع الموجود مش معنيت أنا معي حق أو أنت معك حق أو إذا كنت كاتوليك يعني أنا معي حق أو إذا كنت أردودوكس لا هو هذا التنوع الحلو ولي بده حب ربه بيحبه بدون ما يطلع بكل هالقشور مش إذا شتت وإذا ما شتت وإذا فيه أيقونة أو لا وإذا فيه صورتين ولا لا وإذا فيه نحن هم نصلي سبعة أنتوا بتصلي ستة اللي بيأمن بربه مظبوط أنا برأيي وبعتذر إذا كان رأيي بيجرح ما بيطلع بكل هالقشور صحيح والمسيح ما إجا لا أسس كنيسي هو بيوارد أنه يأسس كنيسي كاتوليكية وارتولوكسية ولا إجا حتى تيأسس دياني حتى صحيح يعني إجا لكل الناس إجا ما عارف مين بده يمشي معه ما كان حاط التصور أنه أنا ورلا بدي أكون لهذه المجموعة ضد هذه المجموعة بالعكس إجا عمل مسار والناس لحقته وتعرضت لإتهاض وتعرضت لعزبات وغيرها فمن هون يخلينا نشوف نحنا والباقي كلها تفاصيل يعني التنوع الكنائسي اللي عندنا عدد كبير من المذاهب المسيحية صحيح هو تنوع وهو غنى وثقافي ولكن مثل ما قلنا خلينا نشوف الأساسي اللي هو الإيمان المسيحي جوهر الإيمان التاريخ المسيحي يلي ما رأى فيه أولا أنا سيد المسيح ثانيا القدسين اللي قدموا حياتهم ودمهم وما كان عندهم نية أبدا أي أديس ما كان عم بيصلي لها الطايفي أعماله هي أداسة مية بالمية مرور يسوع المسيح بشرق مثل ما حضرتك زكار الدكتور يلي هو بلغ الأهمية وإله صفح خاصة وإله ميزة خاصة وكمان مسار يسوع المسيح يلي قام فيه رشق بالحجارة ووضع أكليل الشوك على جبينه قبر وقام في اليوم الثالث كل هيدا المسار والمصير يلي أرادوا للبشرية ويلي أرادوا إله يسوع المسيح نحن بوضعنا الحالة يلي عم يعيشوا هلأ شو لازم نتلقف منه لكن احنا للأسف أنه المسيحية الديان المسيحية أو الشعب المسيحي في الشرق يمكن مرأ بصعوبات كتير ولم يزل يعني إذا نشوف المسيحيين يلي كانوا بتركيا اليوم صاروا أقليات المسيحية بالعراق بفلسطين بالوقت يلي كانت تعد في فلسطين أكتر من أربعين ألف مسيحي اليوم أكتر هذه بالأربعينات والخمسينات مع بداية الانقصام يلي صار بالدولتين اليوم عم نحكي بأقل بكثير من هذا الرأم لبنان كمان عم نعاني كمان عم نعاني من الهجرة دا عنا انتشار مسيحي في أسقاع الأرض هو كمان عامل غنى بس كمان عامل فقر ما لازم نقشح حالنا كتير لأنه نحن عم نصدر شبابنا وصبيانا وأهلنا حتى أحيانا عم بيكونوا خارج البلد فالمطلوب المطلوب اليوم أول شيء مطلوب من السلطة الدينية سلطات الدينية وهي لأنها سلطة بس نقول سلطة يعني عندها إمكانية عندها إمكانية تنظر لشعبها تنظر لشباب المستقبلهم تحط خطة خطة للاستقرار وللمتابعة وليس فقط الوجود الوجود دلنا موجودين بدل في بنصير أقلية نعم ولكن هذا المطلوب مثل ما أنه مش المطلوب هو اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي المظاهر والفخفخة المطلوب أن نعيش فعلا حياة المسيحية بالغرب في كنائس سكرت ولكن في عنا منشوف في عنا إيمان كتير كبير ما منشوف فيه مريض عم يموت على باب مستشفى ما منشوف تلميذ برات مدرسته هذا هو جوهر الإيمان دكتور روني خليل أستاذ محاضر بالجامعة اللبنانية شكرا كتير على كل إضاءة التاريخية يلي من انطرق منك لمعرفة المزيد والمزيد أهلا وسهلا فيك شكرا لكم نشكر سئة المحطة اللي هي بيتي دايما أكيد ونعيد كمان المشاهدين بكل المزاهب المسيحية مزبوط أهلا وسهلا فيك أصدقائنا المشاهدين نحن هل نروح لبريك صغير بترجع ماي بتنضم لارفتكم اشتركوا في القناة